طبعاً الإصابات الرياضية ربنا يحفظ الناس إصابات خطيرة جداً جداً أنا تخضيت الحاجات دي يا جماعة في المنطقة الخطورة طبعاً أبطال العالم أو الناس اللي على مستوى باحترافي عالمي ممكن وخصوصاً بقى في لعاب القوة في حملة الأسقال فجأة يحصل لهم مشكلة كبيرة جداً ويشوفني حالات كده الخيل على فكرة برضو فيه ناس كتير بتتهور يا جماعة في رياضات هي مش فهمة خطورتها يعني مثلاً واحد فجأة يقرر هو وصحابه إنهم يروح يركبوا خيل يا عم إنت فاهم إنت بتقول إيه؟ وطبعاً يعني لما يروح يركب خيل بقى ينزل مثلاً عند الهرم في نازلة السمانة هناك في خيل فبيروح عايز أركب تمام هم ما فيش فاهمين إنت كان بيركب ولا بيركبش ومفاكرين ومحترف فتفضل يا باش يركب خيل يروح جاي راكب حصان من الحصنة اللي هي بتجري يقع ينزل على ظهره بتاعه يحصل مشكلة كبيرة جداً التزلج فيه دلوقتي في مصر موضة اللي هي الشتاء وإنجويزا وينتر وبتاعه تمام حلوة إنجويزا وينتر إحنا إنجوي قوي للوينتر يعني إيه نعمل إيه نتزلج على الجليل يا سلام يا حلاوة طب إحنا هو إنت تزلج ده إن أنا نروح أنا وعيلتي دلوقتي نلبس الزلجات وإن هتزلج طب ما نهقع على ظهري وهتبقى واقعة جامدة جداً أي يقول لك يا واقعة ممكن عادي اليوم يعادي يعني واقعة مفيش مشكلة مش يعني مش هتعملك مشكلة مع الوقت هتكون دي ممكن تكون دي القشة القشة التي قسم الزهر البعيد منتك كتير قوي اللي فقى في الكورة بيلعب فجأة واللي بي نط مثلاً بيعمل حاجة بنا واللي بتاع فعايز ينط مفوق الصور وعايز يعيش يرجع لهاية الشباب ويعودوا يوم جداً التمن بيكون خطير يا جماعة الظهر والحمود الفقري ممكن يفاجأك مفاجئة عمرك ويخليك تنجوي برضو بالشتاء فيه إعلانات حلوة قوي إنجوي زا وينتر ماشي تمام إنجوي زا وينتر وبعدين وإنجوي بالألم تكير تكير النهاردة حوار منتع جداً ومسير للغاية مع ضيف الحزيز القيمة العلمية الجراحية المتميزة والاسم الكبير في هذا المجال طبعاً ضيفي المبدع دائماً أستاذ الدكتور يوسر الحميلي الانتشار الإصابات ومشاكل العمود الفقري في السن الصغير ودي مشكلة كان في الأول ما بنعملش عمليات إنزلاق غضروفي إلا بعد 35-40 سنة الألم اللي عنده؟ ألم بتاعه ده؟ ولا ألم حاجة تانية؟ في علامات مميزة لحدوث الإنزلاق الغضروفي لا تخطو الفارق بين الجراحة الماكروسكوبية والجراحة المنظمة اللي 2 طول ما تستخسرش في نفسك إنك تتعامل مع حد هو في المستوى المطلوب الأستاذ الدكتور يوسري الحميلي أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة عضو الجامعية الأوروبية لجراح المخ والأعصاب مدير مستشفى نيورو سباين طبعاً ضيفي العزيز المبدأ في حواره دائماً لسه الدكتور يوسري الحميلي منوارنا في الدكتور العالم طبعاً أنت أفضل من يحكي لأنه أنت صحيح أنت يعني ما شاء الله جراح قدير لكن أكيد الهيستري بتاع الخبطات والحاجات دي بتبص عليه بصة ولا مساعدينك أكيد اللي بيشوفه لا طبعاً عندنا كل السيفي بتاع العيان كل التاريخ المرضي بتاع العيان كل اللي بتقوله ده واقع لدرجة أنت بتتكلم عن الخيل وأنا في دماغي مريضة عندي في المستشفى لسه واقع من على خيل إنبارح دخلها عشان عمل لها حق أن الفقرة تكسرت نتيجة واقع من على الخيل بنت عندها 25 سنة يعني الموضوع ما يتخدش هميوني إحنا بنعمل كل حاجة للأسف بدون دراسات بدون تدريب بدون علم يا جماعة ما ينفعش ما ينفعش الفكاكة والفهلوة في كل حاجة إحنا عارفين إن فيه ناس بتعمل الطب وتمارسوا بالفكاكة والفهلوة وبتعالج بالعصايا وغير العصايا فيه أطباء غير متخصصين يقولك تعالى إعلانات براقة حقن الفقرات حقن الغضروف علاج الغضروف بدون جراحة علاج الغضروف بدون ألم نحن نعاني من عدم اكتمال المنظومة لدينا في كل شيء حتى المريض لما تقوله روح يلعب رياضة ويجي لك بعد أسبوعين ثلاثة أنا روحت لعبت رياضة عملت إيه يا سيدي روحت صالت ألعب رياضية وإيه بقى يريتنه روحت استعامت بمدارة ده بيروح منه نفسه ويشيل أوزان ويصيب نفسه إصابة بالغة كل حاجة لها أسس كل حاجة لها تدريب كل حاجة لها كتالوج زي بالظبط كده لما بنشتري تلفون أو تلفزيون جديد لازم نبقى عارفين الكتالوج بتاعه عشان نشغاله كويس جسمنا ليه كتالوج الكتالوج ده هو المتخصصين هو مين بتاع الرياضة اللي يقول لنا نلعب الرياضة إزاي ولو أنا عندي مشكلة في العمود الفقري لابد إن أنا أستشير طبيب العمود الفقري قبل ما أعملوا الرياضة وإنه عن الرياضة المناسب لي والسني كل سني ليه رياضة بس كمننا ما بنعملش الحاجات دي وما بننشأش عليها زي الدول المتقدمة فبنقوم بقى ما بنصدق تجينا الفرصة فبنقوم مع الطيار الخوف كل الخوف من التهور اللي يعقوبه تمن مش حلو طبعا التكنولوجيا الحديثة أحدثت نوع من تطور كبير في النتائج تكنولوجيا ادتنا النتائج أفضل وأأمن لحالات مشاكل العمود الفقري طبعا ده كلام لا شك فيه والتكنولوجيا عايز مواكبة ليه وعايز تبقى عارف التكنولوجيا من أول ما بدأ يعني ما ينفعش النهاردة أنا أخترع طيارة بسرعة الصوت وأم أركبها الطيار تدريباته يعني لسه يدوب يتعلم طيارات كل حاجة لها تدريب واستخدام التكنولوجيا تكنولوجيا زي جراحات المايكروسكوب جراحات المناظير الجراحة الملاحية في العمود الفقري الجراحات محدودة التدخل يا جماعة برضو المنوض بالكلام ده الناس اللي اتضربت على الكلام ده من سنين الكلام ده بنقوله من كام؟ من عشرين سنة النهاردة من فضل الله تعالى اللي بنقوله من عشرين سنة وتخصصت فيه من زمان قوي بقى موضة العصر بقى موضة العصر بس مفروض ان الناس تاخد بالها ان اللي منوض بالموضة دي او اللي بيعمل الكلام ده لابد ان يكون بتدريب عالي جدا طبعا التكنولوجيا فادنا فائدة عظيمة جدا عايز اقولك ان اكتر حاجة بتسعيدني النهاردة لما بسافر للدول المتقدمة في المؤتمرات العلمية على هامش كل مؤتمر كل الشركات اللي بتنتج الحاجات المتطورة في العمود الفقري بتبقى عارضة منتجاتها انا برجع سعيد جدا بالحاجات الجديدة اللي انا اشتريتها زي الطفل اللي بيجي ليلة العيد ويحط اللبس الجديد والشوز بتاعه وجمس احنا الجيل ده حقيقي انا بيسعدني جدا وبروح اصرف فلوس كتير جدا في تكنولوجي جديدة في حاجة جديدة في تطوير لكاميرا باستخدمها في اثناء العملية في تطوير المنظار في آلات جراحية جديدة في تكنولوجي جديد جدا استخدمه لعلاج مرضاي الحاجات دي كلها لخدمة هدف واحد فقط ان احنا نجري العملية الجراحية بطريقة لا تؤثر على التركيب الطبيعي للانسان ولا تغير من التركيب الطبيعي وده بيتيح للمريض حكتين اساسيتين اولا انه بيرجع لكامل وظائفه تماما بعد العملية والحاجة التانية انه الرجوع ده بيبقى سريع جدا ما بيستغرقش وقت بقى فترة نقاها احنا عايزين حكتين مهمين جدا وده مش كلامي ده توصيات اكبر جراح العمود الفقري والمخ والعصاب على مستوى العالم من ابحاث كتير جدا عملوها وعملوا سيرفي او مراجعة لكل الابحاث اللي اتعملت وقرنوا نتائج العمليات الجراحية في مجال المخ ومجال العمود الفقري طلعوا بنتجتين مهمين جدا ان اهم نقطتين في العلاج اللي بنحصل بهم على نتائج عالية جدا هو العلاج المبكر او اجراء العملية الجراحية لو كانت مريض محتاجة في وقت مبكر جدا يعني المريض اللي بيروح في اليوم الاول من المرض غير اللي بيروح يوم مية غير اللي بيروح بعد سنين دي مهمة جدا والحاجة التانية اختيار الجراح واختيار الجراح بيندرك تحته التكنولوجي اللي بيستخدمه الجراح المستشفى قرار الجراح قرار الجراح ده من اهم الحاجات اللي بتؤثر في نتائج العمليات ونتائج العلاج لمرضى المخ والعصاب والعمود الفقري اللفظ دلوقتي مهم جدا في الجراحات المخ والعصاب عموما او الجراحات العمود الفقري كمان هي الجراحات محدودة التدخل اللفظ ده بقى مطلوب جدا بقى زي ما بيقوله highly recommended و successful rate بتاعه وانتشاره وتوجوده فيه الخريطة بقى كبير عايزة اعرف الجديد في جراحات محدودة التدخل ماذا تعني جراحات محدودة التدخل البنفتز كمان وليه بنفضلها دلوقتي فيك عديد من الجراحات يمكن تفتكر يا دكتور ايمن ان من اول اللقاءات اللي كاتلينا وانت تعلم جيدا ان اكتر حد تخصصت في مجال الجراحات محدودة التدخل في مجال المخ والعصاب والعمود الفقري وانت عارف ده كويس جدا واتكلمت عن الكلام ده يمكن كان في فترة الناس مش متخيلة او يعني مش مصدقاه ازاي يعني لما كنا بنتكلم ونقول بنستخدم الجراحة الملاحية ان احنا نعمل ورم في المخ عن طريق المنزار ان ورم الغدى النخامية بنقدر نعمله عن طريق الانف كان الكلام ده بالنسبة للناس يعني حاجة يعني كنت تتكلم عن حاجة اعجاز النهاردة الجراحات محدودة التدخل ثابتة بالدليل القاطع انها من افضل التقنيات الجراحية على الاطلاق ده مش بس كده ده اصبحت مجال يدرس في الجامعات بحده يعني مجاله وحده واصبحت هناك مراكز ومستشفيات متخصصة في هذه الجراحات محدودة التدخل في اوروبا وفي امريكا غير كده كمان ان الجراحات محدودة التدخل النهاردة بتستفيد من كل طفرة احداثها العلم النانو تيكلولوجي ليزر طبعا استفادنا من الميكروسكوب استفادنا من تطور اجهزة الجراحة النهاردة استخداماتنا للجراحة الملاحية تطورت من استخدام الانفراريد للالكتروماجنيتك ويفز يعني بقى الموضوع كل شوية كل طفرة جديدة بتحصل بنستخدم هذه الطفرة لخدمة المجال الجراحي حتى استخدام الكاميرات الضوئية واستخدام الكاميرات في التصوير وعالم التصوير والديجيتال والسري دي برينتنج يعني استخدام السري دي برينتنج في تصنيع مستلزمات العمود الفقري كل هذا التكنولوجي اصبح مطبق في مجال جراحات المخ والعصاب والعمود الفقري يوم بعد يوم لدرجة انه زي ما بقولك بسافر الاقي المنظار اللي انا اشتريته من سنة انا محتاج اجدده واستخدامه خلاص بدل ما غير اجيب نفس النوع بجيب نوع تاني بجيب تكنولوجي تاني بجيب ألة تانية فالعلم اصبح سريع التطور سريع التطور دي بيتطلب مننا مواكبة سريعة بس عشان تواكب لازم تبقى هاضم اللي فات كويس جدا واشتغلته بشكل احترافي وتقدر تعمل وتضيف الجديد والجديد لو احنا حطينا الجراحة العادية الجراحة الكلاسيكية الجراحات الملاحية في كل واحدة في ناحية وعلاجات واجراحات المتدخلة او اجراحات محدودة التدخل عايزين نقارن بين الثلاثة عندنا جراحة عادية كلاسيكية خالص عندنا جراحة ملاحية وعندنا جراحات محدودة التدخل ايه الفرق منه؟ الحقيقة الممكن الفيديو ده بيورينا الفرق ما بين جراحة بالمنزار اللي بنسميها نانتروماتيك اللي هي ما بتأثرش على التركيب التشريحي للعمود الفقري يعني انا داخل اشيل غضروف هدخل من فتحة طبيعية موجودة ما بين الفقرات وبعضها استقصل هذا الغضروف دون انا استقصل اي عضن من العمود الفقري ده هيفرق مع المريض في ايه؟ فحاجتين اساسيتين اولا المريض ده هيطلع كل حاجة كانت موجودة عنده كويسة هتطلع كويسة والمرض بتاعه المشكلة اللي كانت ضغط على العصب تخلصنا منها فهيطلع سليم تماما الاهم من ذلك هيبقى مسموح له انه يقف يقعد يوطي يتحرك يعمل كل حاجة كأنه لم يجري عملية ليه؟ ليه كأنه لم يجري عملية لان ما شلناش حاجة من التركيب الطبيعي بتاع العمود الفقري يبقى احنا رجعنا المريض شلنا المشكلة من غير ما نؤثر على التركيب الطبيعي اللي ربنا خلقه ومن ثم المريض ده هيرجع يتحرك احسن من الاول المريض اللي بيقول انا عندي رحلة حج او عندي رحلة عمرة ومحتاج اعمل عملية والرحلة دي بعد شهر يا طرق اعمل عملية ولا سافر؟ لا طبعا تعمل عملية وتسافر لانك انت وانت تعبان مش هتقدر تعمل كل حاجة زي ما انت عايز لكن لما هتعمل عملية هتقدر تسافر في التوقيت المناسب ليك هتقدر تعمل كل حاجة يبقى احنا استفادنا من الجراحات محدودة التدخل مش في ان احنا عملنا عملية صغيرة محدودة لان بعض الناس للأسف بتجري وراء اعلانات براقة وانا بستغرب قوي في المرضى انك انت ازاي تأمن على صحتك وعلى مشكلة عندك في العمود الفقري لدكتور اصلا مش متخصص لمخ ولا اعصاب ولا عمود فقري يعني تخصص تاني خالص لما تدور في الشهادة بتاعته تلاقيه تخصص تاني خالص طب الدكتور دا بيعمل حقن بيعمل تردد حراري بيعمل شفط بيعمل يعمل امتى لما تروح لدكتور استاذ متخصص في المجال بتاعك دا يقولك انت محتاج حقن احنا محتاج شفط انت محتاج تردد حراري وهو يديك القرار لان احنا للأسف هذا التعميم اصبح فوضى عارمة فوضى بمعنى فوضى عارمة والوعي الطبي هنا مطلوب التعميم بمعنى انه دا يصلح لكل الحالات دا فوضى بزبط في حالات ماينفحاش طبعا هو الذي لا يمتلك كامل بيسموه القدرات كامل المنيو عنده وعنده نوع محدد من الخدمة او نوع محدد من العطاء حيوجه الحالات كلها لهذا النوع ما انا مازهقش من المثل اللي بقوله دا بقول انت داخل تشتري سلعة مهمة جدا جدا وفي غاية الاهمية ليه بيتك لنفسك لاي حاجة في اهم من الصحة فيش اهم من الصحة يا ترى هتروح تختار عندك كل الاختيارات هتتعب شوي وتروح محل جبير جدا في كل حاجة وفي كل حاجة بضماناتها الاصلية ولا هتروح لمحل كشك جنب بيتك تروح تجيب منه الحاجة وتيجي بسرعة الكشك هتسأله على السلعة هيقولك اللي عنده بس ويمدحلك فيها لكن لما هتروح للماركت الكبير اللي على الارفف كل حاجة هيقولك دي كذا ودي كذا ودي كذا بس لازم نتعب لازم نبذل مجهود لازم نخاف شوية على صحتنا ويمكن احنا دورنا في الاعلام الطبي وده دور بارس لك يعني ربنا هيأجورك عليه انك بتسلط الضوء على العادات الخطأ اللي الناس بتعملها على الممارسات الطبية الخطأ ودي حاجة مهمة جدا جدا على فكرة لنوع من الثقافة احنا بنقف جنبا إلى جنبا مع اجهزة الدولة اللي بتحارب كل ما هو غير متخصص غير مدروس غير مفهوم مهم جدا الوعي لدى الناس انا كان بالمناسبة دي كان يعني عايز افتح منطقة مهمة قوي يعني منطقة اورام المخ والنزيف ليه بقى؟ لانه زادت حالات النزيف في الفترة الاخيرة عايزين نقف قدامها شوية والتكنولوجيا الحديثة في التعامل مع حالات النزيف وحالات اورام المخ وعايز اسأل السؤال الاول ليه زادت حالات النزيف؟ اورام المخ اورام اه طبعا ما نقدرش نقول يعني فيه سبب مباشر بيزود اورام تلوث فيه عوامل كتير لكن ما حالش عارف السبب لكن النزيف مفهوم اسبابه؟ النزيف والاورام زادوا لسببين السبب الحقيقي هو دي من امراض العصر عشان بقى عندنا مشكلة تصلب الشرايين ودي نتجة عن ايه؟ عن ان احنا بنتهون في صحتنا مفيش لياقة بدنية بقينا بنعتمد على الميكانة والآلة في كل حاجة ما بيناش بنمشي الصحة البدنية قلت طبيعة الاغذية دلوقتي ما بقيتش زي زمان طبيعية كلها فيه عوامل كتير جدا دخلت في الغذاء والزيوت والمواد المستخدمة في الاكل هذا التلوث في المواد الغذائية انعكس على الصحة فيه امرين مهمين جدا فيه احداث الاورام وفيه احداث تصلب الشرايين وتصلب الشرايين من الاسباب الرئيسية لنزيف المخ ده السبب الحقيقي السبب الغير حقيقي هو ازدياد الوعي الطبي وتوافر اجهزة الكشف عن النزيف اللي هي المقطعية والرنين اصبح كل مريض بيتعب فجأة بنقدر نعمل اشعة بنحدد بدقة المرض بتاعه كان زمان فيه ناس كتير جدا بتتعالج لمدة شهور وايام من غير ما يتعامل اشعة مقطعية ورنين فبيبقى عنده نزيف في المخ ما حدش عارف يفرق بينه وبين الجلطة او بينه بين اي مرض تاني والمريض ممكن يموت من غير ما يتعالج بالتالي الحاجات دي ازادة التكنولوجي خدمنا كتير جدا في الكشف عن الاسباب ده رقم واحد التشخيص الدقيق جدا بالاشعة سواء كانت اشعة مقطعية او اشعة برانين المغناطيسي او اشعة شرايين المخ ودي حاجة مهمة جدا والاهم من ذلك وجود الاسطرة العلاجية بقينا نقدر دلوقتي نعمل اسطرة ندخل بالاسطرة دي على الاوعية الدموية ونعمل حقن شريان او نعمل توسيع لشريان دي مثلا عملية استقصال ورن بالمنزار احنا بندخل بالمنزار دلوقتي نستقص الورن من المخ والمنزار يقدر يدخل من سقب صغير جدا حتى ان احنا في بعض حالات النزيف ممكن ندخل بالمنزار نعمل شفط لهذا النزيف لما يبقى احنا عارفين ان النزيف ده حصل نتيجة حاجة مش محتاجين نعمل غير الشفط وندخل بالاسطرة نقفل او نعمل غلق للتمدد الشرياني او نركب دعامة او نعمل وقف للنزيف من خلال الاسطرة العلاجية تالي التكنوليش ده اتحلينا ان احنا نعمل في عملية جبيرة جدا عملية النزيف اللي المريض كان بيتفتح فيها الجمجمة ويقعد في الرعاية المركزة على اجهزة التنفس صناعي اسبوع وعشر تيام ممكن ما يعديش منها بقت عملية محدودة التدخل استخدام الاسطرة ده معناه ان انا بقدر اعمل الاسطرة والمريض يروح بيته تاني يوم فيه جمال احسن من كده طب ربنا خدمنا في العلم احنا مطلوب مننا ايه ليس مطلوب مننا غير الاكتهاد البسيط في اتباع العلم زي ما ربنا بيخدمنا ويبعت لنا الرسل تدينا تعاليم سماوية جميلة جدا واحنا نضل عنها بالتالي التعاليم العلمية هو المنوط بها العلماء كلما ارتقيت في العلم كلما وجدت اساليب الرفاهية والراحة اللي العالم بيبقى خايف عليك بشدة وبيبقى دايما حريص على انه هو يطبق العلم ليه هيطبق العلم لانه عنده كل حاجة مش محتاجي ينحصر في حاجة ضيقة جدا ان انا اعمل لك حقن واسيبك او ان انا اعمل لك مجرد تردد حراري ده انا عندي منظومة علاجية تبدأ بالعلاج الدوائي وتنتهي بعملية بالمنظار او عملية تقليدية هعمل لك ايه فيهم هعمل لك اللي انت محتاجه بمنتهى الهدوء ليه لاني مش متحيز لحاجة واحدة مش عنديش حاجة واحدة سلعة واحدة برواجها ده انا عندي كل حاجة تخص العمود الفقري وبالتالي انت هنا مطلوب منك انك تكتهد وما توفرش في صحتك عايز اروح بقى ليه منطقة الاورام النخامية اورام الغد النخامية اورام مهمة جدا اورام برضو بقت منتشرة سواء في الاكروميجالي في زيادة الجروس هرمون او في البرولاكتينوم وساعات البرولاكتيني في الرجال تحديدا ممكن يوصل الى حجم كبير فايه بقى التدخلات الانسب للهد النخامية اه دي برضو من الحاجات اللي العلم حط فيها اطارات جميلة جدا لدرجة انهو عندنا بعض اورام الغد النخامية بنقدر نعالجها بالعلاج الدوائي حتى لو الست عايزة تحمل بتحمل ويتاخد الدواء وحتى في اثناء الحاملة بتاخد الدواء وفي اثناء الرضاعة بتاخد الدواء مفيش اي مشكلة ولا اي تأثير في قطاع اخر بنحتاج نعمله عملية تقدمنا لدرجة ان احنا النهاردة يعني اكتر من 95% من الحالات بنعملها عن طريق المنزار بندخل بالمنزار عن طريق الانف ده استقصال ورم من المخ من فتحة صغيرة فوق الحاجب الورم ده في قاع الجمجمة او بنستقصال برضو ورم هنا من الحجرة الخلفية عن طريق فتحة صغيرة من خلف الوزن بندخل بالمنزار ده اورم مخية ده اورم مخية العادية عايزين الغدن نخمية الغدن نخمية عادة بندخل عن طريق فتحة الانف ممكن عرضنا الفيديو ده مرات كتير جدا بندخل من خلال فتحة الانف برضو بالمنزار الجميل بقى في العملية دي اننا شلت الورم المريض بتاعي بيقعد تحت الملاحظة في الرعاية المركزة ست ساعات ساعات ما بنحتاجش رعاية المركزة على الاطلاق والمريض بتاعنا بيقدر يمشي على رجله مباشرة بعد ما يفوق من البنج يتحرك ده كلام مهم جدا جدا ليه لان المريض ده كان بينام في السرير ويتعرض لجلطات في الرجلين وجلطات في الحوض ويتعرض للتهاب رأوي ويتعرض لوصلات محطوط عليها 48 ساعة وساعات ما يقعد اسبوع حطين المريض على اجهز التنفذ الصناعي علشان نقدر نفوقه كل ده العلم خدمنا بس العلم خدمنا اكتر لما نبقى جايين في الوقت المناسب لما ناخد القرار في الوقت المناسب وما نتأخرش لما الحالة تتفاق الانزلخ الغدروفي مشكلة كبرى في كل الافكار الانزلخ الغدروفي تزحسح الفقاري احيانا كمان غير تزحسح الفقاري فيه غطروف ينبغي ان يزال يزالت غدروف بكامل التلات حاجات دول برضو العلم خدمنا كتير جدا خدمنا في ايه في التشخيص الدقيق التشخيص الدقيق يتطلب او بيعقبه قرار دقيقه قرار العلاج ده قرار فيه غاية الاهمية قرار محتاج حد عنده خبرة يعني دايما بنقول الطيار اللي بيطير عدد ساعات 3000 ساعة غير الطيار اللي مطارش غير 200 ساعة فرق جبير جدا ده هيقدر يتعامل مع الكوارث مع تقلبات الجو مع المفاجآت اكتر بكثير جدا بخبرة اعلى من اللي هو ما اشتغلش ما عملش والتالي الجراحة اللي بيشتغل كتير ده اللي بيعمل عمليات كتير اللي ده في العمليات يعني منتظمة بشكل كبير جدا وعلى فكرة احنا من اكتر الحاجات اللي بتميز الواحد لما بيسافر برا عدد العمليات اللي بيعملها ويمكن ده بيفوق عدد العمليات اللي بيعملوها الخواجات بكتير جدا فالخبرة بتبقى أوسعة مجال المقارنة بيبقى أعلى بتقدر تقدم نتائج حقيقية لحالات كثيرة جدا يمكن عندنا كمان احنا بنشوف الاورام والغضريف والتزحزح في مراحل متباينة يعني ممكن يجيني مريض وعي وعنده المشكلة بدري قوي حالة متفاقمة قاعد بقالها سنين كل ما كنا بنعمل بدري كل ما كان أفضل لكن توسيع أو الاسكوب الواسع ده أو المجال العالي ده ان انا عند الصغير والكبير والمتأخر والمتفاقم واللي عنده مضاعفات واللي عمل عملية وفشلت ده بيدينا خبرة أكتر في التعامل مع المشاكل بيدينا رؤية أوسعة في الايه الأصلح للمريض ومن ثم زي ما بيقولوا كده بنقدر نجيب من الآخر بنقدر نوصل بالمريض إلى أن احنا نعمل العملية المناسبة وفي الوقت المناسب خدمتنا التكنولوجي في أن احنا بقينا بنعمل معظم عمليات أنا شخصيا بقيت بعمل معظم عمليات العمود الفقري جراحات محدودة للتدخل باستخدم تقنيات المنظر باستخدم المايكروسكوب باستخدم الليزر باستخدم الجراحة الملاحية كل التقنيات دي بتوتيح ليا استخدام أجهزة الاستحساس أو قياس العصب داخل غرفة العمليات كل ده الأشعة داخل غرفة العمليات بيدينا مجال إن احنا نعمل عملية في وقت وصير قوي قوي يعني تثبيت الفقرات لما بعملوا في ساعة ممكن ياخد ست ساعات في الجراحة التقليدية وإيه مش محتاجين بقى ننقل دم مش محتاجين نقعد المريض بقى ساطر وحاجات من دي مش محتاجين نقعد نلبسه عزام بعد العملية ونقوله ممنوع تتقلب ولا الكلام ده لإن العملية بتتعمل خطوات بسيطة جدا ممكن شقبه صغير على جانبي الفقرات شمال ويمين نعمل منه تثبيت للفقرات أو استقصال غضروف أو نعالج منه كسر أو نعمل حقن للفقرات ساعات بنعمله بمخدر موضوع دي عملية منظار للعمود الفقر داخلين اهو بالمنظار المنظار داخل من خلال الفتحة الطبيعية اللي موجودة ما بين الفقرات وبعضها وهيدخل المنظار مباشرة على الغضروف الغضروف المنزلك هنبدأ نشيل فيه قطعة قطعة وعندنا بقى الجميل ان الجراحة الملاحية بتحدد لنا انا شلت قديه وفاضل قديه شلت خلاص كل الغضروف هقدر بقى استخدم بالتقنيات الحديثة الوسائل بقى البديلة حطي الدعامة ممكن احط دعامة ممكن احط اتنين ممكن اعمل تثبيت للفقرات المريض ده رجع تقريبا تقريبا بكفاءة من تسعين لخمسة وتسعين في المية من الشخص الطبيعي هتقول لي مش مية في المية مفيش حاجة مية في المية يعني زي اللي ربنا عامله لكن لما رجع خمسة وتسعين في المية ده حاجة جميلة جدا اقدر اشتغل اقدر اوطي اقدر اوطي اقدر بعد ثلاث شهور العب كورة تم ده حاجة كويسة الجراحة الملحية الناس بدأت تفهم قيمتها الى حد كبير جدا بدأت تجني ثمارة يعني ان المريض اللي بيجي يعمل عملية ويحس بفايدة الجراحة الملحية فاديته اقدر ايه في ضقة العملية بتاعته انه خرج من المستشفى مادري انه واقف على رجل يمكن عندي على صفحة المستشفى على الفيسبوك وصفحة الشخصية تسجيلات بالفيديو للمرضى من كل حتة من جميع الدول العربية وفيه مرضى اجانب على فكرة بيسجل بالصوت والصورة تجربته مع التقنيات الحديثة في الجراحة دي والنتائج اللي حصل عليها ودي نتائج حقيقية لا تقبل الجدال ان المريض لما بنعمل ورن في الحبل الشوكي لما بنعمل ورن في المخ لما بنعمل استقصال غضروف المريض بيطلع اول ما يفهم البنج يقف على رجله خش التوالد يقعد على الكرسي بتاعه ياكل اهله بيشوفوه ده من الحاجات اللطيفة جدا واكتر مريض بيبقى مبسوط اللي بيبقى جاي عن تجربة يعني جاي واحد قريب وعمل عملية بالتقنية دي بيبقاش متخيل انه هيبقى كده ولما بيطلع ويخرج ويمشى على رجله بيحس بفايدة الجراحة الملاحية ويمكن ده الجراحة الملاحية تفهم معنى الجراحة الملاحية اللي فايدة دايما التعليم بيجي من الخبرة بيجي من التجربة الشخصية لما فيه مريض اكيد اكيد دي رسالة داخل المجتمع اللي انا عايش فيه بتعرف الناس التقنيات الحديثة والوسائل الحديثة ودي خير تعليم للناس الناس كتير بتتخوف من فكرة وضع غضروف صناعي اللي يكن في العنق تقول لهم انا حط غضروف صناعي تلاقيه بدأ يقلق جدا لانه الناس في ثقافتنا فكرة توضع شيء صناعي في اسمهم ده شيء مش احنا بس العالم كله ده حقيقة بس لا خلينا ان نبقى واقعيين ما هو انا لازم ابقى ببص للموضوع بواقعية بمعنى انا عندي انزلاق غضروفي والانزلاق الغضروفي ده معناه ان الغضروف الطبيعي اللي ربنا خلقه بس خلاص طيب هعمل عملية هستقصل هذا الغضروف زي ما احنا شايفين في الفيديو ده عملية استقصال غضروف من الفقرات العنقية شلت الغضروف لو ما حطتش حاجة ايه النتيجة حاجة من اتنين الفقرات دي هتقعد تعمل احتكاك في بعضها هيتولد غضروف تاني اكبر من الغضروف اللي كان موجود مع التصاقات والالتصاقات دي هتضر العصب والحبل الشوكي واكيد اكيد سنتين ثلاثة والمريد ده هيرجع بالمشكلة اكبر والتعامل معها هيبه صعب جدا عن العيان اللي معملش اي حاجة طيب الحل ان انا احط بديل الدراسات كلها والابحاث اللي اشتغلت على بدائل الغضروف لقيت في الفقرات العنقية وضع الغضروف الصناعي هو احسن سيناريو او احسن نتيجة هنحصل عليها بعد استقصالنا الغضروف بس احنا ما بنستقصلش الغضروف ده الا اذا كان ده حلنا الوحيد والنهاي والغضروف ده بايز خلاص ما عادش له قيمة ده بالعكس وجوده بيبقى ضرر على الجسم لانه بيبقى موجود ضغط على حبل شوكي وضغط على الاعصاب وبيعملنا ضمور في الاعصاب والحبل الشوكي وبالتالي هنا شيله زي كيني بشيل ورد من الجسم طب انا شلته عايز ارجع امشي عايز ارجع اتحرك عايز اعود على مكتب عايز اسوق عايز العب كرة هقدر من غير ما حط بديل صعب جدا لكن لما حط البديل وعلى فكرة التكنولوجي دي قديمة بس احنا بنعرضها علشان ما نقدرش نعرض الحاجات اللي هي في الماركت وإلا نبقى بنعمل دعاية لحد بدون التاني وناس نزعل مننا يعني لكن احنا بنعمل حاجة يعني ايه هي الفكرة اه بنشرح الفكرة لكن هي بقت ابسط من كده بكتير واحسن ورفايند عن كده بكتير جدا والغضروف الصناعة النهاردة بيبقى محطوطة عامل زي دبوس الكرافاتة بالنسبة لنا يعني انا بشير الغضروف بحط الغضروف الصناعي في مكانه المريض ده بيقدر يحرك رأبته الجميل بقى والميزة ان الغضروف الصناعي ده هيديني حركة كاملة للفقرة اللي كان فيها الغضروف فبالتالي مش هحمل على الفقرات اللي فوقها واللي تحتها فمش هيجي المريض بعد سنتين تلاتة بغضروف الفقرة اللي فوق او الفقرة اللي تحتهم عشان كده عملوه عشان يحمي باقي العمود الفقري من منظومة استقصال جزء منه وهو الغضروف ده كان جزء من عمود الفقري استقصلته عشان بايز يبقى حط حاجة تانية فانا به اقدر اعيش طبيعي وعلى فكرة كل هذه المستلزمات مدروسة جيدا ان عمراء الافتراضي يعدي عمر الانسان يعدي المئة وعشرين سنة لا تصدق لا تسبب اي مضاعفات لا تتعامل مع الاجسام اللي في الجسم ولا تسبب يعني طارد ما تضطرتش من الجسم ولا تعمل تفاعلات حولها ولا تعمل التساقات لو اتعاملت من يد خبير متمرس خلي بالكو انه اهتمام الانسان بيضاهره شيء مهم جدا فيه علاقات فيه عادات كتيرة جدا ليه علاقة وثيقة جدا بمشاكل الظاهر يعني الجلوس لفترة طويلة على الكرسي ده فيه منتهى الخطورة ناس كتير اللي بتقعد وبتقعد عادات غلط التنقل بالسيارة الفترة طويلة برضو فيه منتهى الخطورة خلي بالكم منه عدم ممارسة الرياضة وممارسة الرياضات الخطرة بدون تدريب الاكل الغلط ده مهم جدا برضو الايد شايلة حقيبة الستات 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 عندهم يعني شنطة فيها كل حاج ستة بتحط في الشنطة ادوات تجملها كاملة بتحط ساعات غرب ادوات المكياج ومش عارف ايه ده كتير ساعات تحط في الشنطة مثلا استشوار عشان لو شعرها بتاع تحط استشوار بس مش عايزينهم يتخضوا هم لو بيلعبوا رياضة وعندهم ليقى بدنية جيدة هتشيل هتشيل بس تبقى شايلة صح وفي طريق طرق كتير جدا لو الشنطة وزنها بيزيد عن معدل الخمسة ستة كيلو ان ازاي يحطها على ظهري ولو مواصفات على فكرة فما فيش داعي ان انا بقى حتى شنطة ايد زيادة عن ستة سبعة كيلو ده كتير على كتير ساعات بيتوب الشنطة فيها بلاوي سودة يعني فيها كوارث هدايا بقى ومش عارف ايه وساعات واكسسوارات يعني ماشي بس ما تحطهاش الا لو انت عندي خلاقة بدنية كويس ضيف العزيزة الأستاذ دكتور يوسري حميلي أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمد والفقر الأستاذ بكل الطب جامعة القيرة نورتني وشرفتني وأسعدتني دائما في الدكتور خليكوا دائما مع الدكتور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة